ماذا هي الموسيقى الكلاسيكية؟ وماذا فرق عن الكلاسيكيات الموسيقى؟ وماذا هي المرحلة الموسيقية الكلاسيكية؟ معكم اياس اليماني بأسئلة وأجوبة من مايسترو موسيقى اذا قلت لكم قول الكلاسيكي من ميسي سيخطر بالكلاسيكي وماذا قلت لكم برشلونة ملعب بخطوط الكلاسيكية ستعرفون انها 4-3-3 واذا قلت لكم لون السيارة الفراري الكلاسيكي سيأتي بلكنون الأحمر واذا قلت لكم الشكل الكلاسيكي لأنية الكوكاكولا سيأتي بلكنون الشكل اللاياتنا اتحدثت لكم الأمس لأشياء لكم ما يعني كلاسيكي دولت بالانترنت ما معنى كلمة كلاسيكي؟ وجدت المثال الكامل أو الأكثر تطابقا عن شيء أو نمط معين يتمتع بقيمة دائمة أو جودة إبادية الناس تخلط بين كلاسيكي ما هو كلاسيكي والموسيقى الكلاسيكية الموسيقى الكلاسيكية هي نمط قائم بحد ذاته الموسيقى الكلاسيكية تكون مكتوبة لأوركسترات أو عازفين موسيقى حجرة أو عازفين مفردين أحيانا تكون مكتوبة من مؤلفين كلاسيكيين محترفين يكتبون موسيقى على درجة من التعقيد والتطور اللحني والبنائي والنسيجي غالباً عازفين موسيقى الكلاسيكية يكونوا دارسين بأكاديميات موسيقية وجماعات موسيقية ويكونوا قاعدين نوع معين من التعليم الموسيقي وغالباً يحسون على ألات كلاسيكية يعني هي ألات المعروفة الكلاسيكية كما يكون الموسيقى الكلاسيكية مكتوبة لألات مثل الالكتركت غيتار أو الباسغت غيتار ما يحدث لغط بين الموسيقى الكلاسيكية وكلاسيكية الموسيقى؟ كلاسيكيات الموسيقى لا تقابل بالنمط معين ممكن تكون بالجاز أو البوب أو الروق أو أي شيء إذا قلنا مثلا ما هي كلاسيكيات الموسيقى الإنجليزية؟ في جبالنا The Beatles مثلا yesterday ولكن إذا أردنا ما هي الموسيقى الكلاسيكية الإنجليزية هل يجب بالنا 길 ونفس المثال إذا أردنا ما هي كلاسيكيات الموسيقى الفرنسية يجب بالنا شعال الأزنبوش ولكن إذا أردنا ما هي الموسيقى الكلاسيكية الفرنسية سوف نكلم عن genocide الكلاسيكيات الموسيقى لم يمنع مربوطة به نمط خلال الموسيقى موسيقى الناس حبتها سمعتها معروفة عن شريحة كبيرة من الناس إلا جودة وقيمة عالية وعاشت عبر السنين أما الكلاسيكال ميوزيك فهي موسيقى ذات نمط معين تؤدى من عزفين درسوا الموسيقى الكلاسيكية مكتوبة من مؤلفين الكلاسيكيين وتقدم من أركسترات وموسيقى حجرة وعادة تؤدى بصالات ودور الأوبرا الآن بيصير كمان لغط مع المرحلة الموسيقية الكلاسيكية المرحلة هي مرحلة فنية كلاسيكية فعلا يعني في عندك المرحلة الفنية الكلاسيكية بالعمارة وبالرسم وبالنحط بالموسيقى كمان هذه المرحلة بلشت من عام 1750 تقريباً 1820 والفن اللي أنت تشبهي الفترة تسمى بالفن الكلاسيكي ورح نحكيها الآن على الموسيقى بشكل خاص الموسيقى الكلاسيكية بالمرحلة الكلاسيكية تميزة بسهولة اللحن ببساطة الهارموني وبالبناء الكلاسيكي الموسيقي من أهم المؤلفين في موتسرت هايدن وأغلبهم كانوا يعيشين باللينا بذلك الفترة هي عصمة الموسيقى الكلاسيكية فإذن هنا ثلاث شغلات مختلفين الموسيقى الكلاسيكية هي مسيقة تقدم من أوركسترات مسيقة تؤلف من مؤلفين كلاسيكيين وتؤدى من عازفين كلاسيكيين بصالات الموسيقى الكلاسيكية ودور الأوبرا كلاسيكيات الموسيقى ما لا علاقة بأي نمط موسيقي ممكن تكون موسيقى عربية ممكن تكون موسيقى إنجليزية مثل ما حكينا بيتلز جون لينن ما لا مربوطة بأي نمط موسيقي إنما هي موسيقى نسمعت ونعرفت ذات جودة عالية وقيمة موسيقية عالية وعاشت عبر السنين وأخيرا المرحلة الموسيقية الكلاسيكية اللي هي طلعت بين 750-1820 من أبرز مؤلفين كلاسيكيين موتسارت هايدن إلى شكل موسيقي معين وممكن بعدين نحكي عليها بشكل مطول بحلقة لحالة بتشكركم إنكم حضرتوا هذا الفيديو بليز لايك شير سبسكرايب إذا حبيتوا هذا الفيديو معكم كما ياسلي يماني على التقديم ومار ليماني على الكاميرا والمونتاج إذا في عندكم إيسا تركونا إيها تحت بالكومنس ونحنا أكيد بنعملكم عليها فيديو بعدين وطبعا بتلاقوا المراجع ومعلومات إضافية بالدسكريبشن بتشكركم بشوقكم في فيديو ثاني سلامات اشتركوا في القناة